أكد نائب رئيس مجلس الأمة وعضو البرلمان العربي مبارك الخرينج اليوم أن مشاركة دولة الكويت في المسيرة الوطنية الدولية لمناهضة الإرهاب بتونس تعتبر رسالة تضامن ومحبة ومساندة في مناهضتها للإرهاب وقال الخرينج في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية عقب وصوله إلى العاصمة التونسية لتمثيل دولة الكويت في المسيرة التي تنظم في العاصمة تونس اليوم بحضور عدد من قادة ورؤساء الدول إن العلاقات بين الكويت وتونس عريقة وتاريخية مؤكدا عدم التردد في الاستجابة للدعوة من أجل المشاركة في المسيرة المناهضة للإرهاب حل نائب رئيس مجلس الأمة مبارك الخرينج للمشاركة في المسيرة الدولية المناهضة للإرهاب للتعبير عن تضامن دولة الكويت مع تونس وكان في استقبال الخرينج بمطار تونس قرطاج سفير دولة الكويت لدى تونس فهد أحمد العوذي وعدد من أعضاء السفارة وعضو البرلمان العربي أحمد المشرقي جئنا لنشارك تونس رئيسا وحكومة وشعبا وتضامنا معهم باسم الكويت قيادة وحكومة وشعبا ونشارك تونس العزيزة هذه أيضا الألام التي حصل ما حصل من اعتداء غاشم في متحف باردو لذلك نؤكد لكم أن الكويت وإن كانت بعيدة جغرافيا عن تونس ولكنها قريبة حقيقة في المشاعر وقريبة أيضا في مشاركتنا معهم في كل ألامهم وأفراحهم الحضور الكويتي في هذه المسيرة جاء لتقديم الدعم لتونس والتعبير عن عمق الروابط الأخوية مشاركة دولة الكويت في هذه المسيرة التضامنية ضد الإرهاب فهذا شيء طبيعي ومع مشغوليات الكويت بالنسبة للمؤتمر المانحين والقمة العربية لا إلا أنها أبت إلا أن تشارك في هذه المسيرة بنائب رئيس مجلس الأمم والسيد مبارك لخرينج وسفارة دولة الكويت أيضا وقد شارك نائب رئيس مجلس الأمة مبارك لخرينج في المسيرة التي شهدت حضور رئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس الفرنسي فرانسوا أولوند والرئيس البولندي برانسيلوكي كوموروفيتشكي ورئيس الغابون علي بنجو أدينبا إضافة إلى حضور رئيسي وزراء إيطاليا والجزائر ووزيري خارجية إسبانيا وهولندا نحن موحدون جميعا ضد الإرهاب مهما كان مأتاه ولا نتصور أن الحدود التي تفصل بيننا في بعض الأحيان قادرة على أن تجعل مصيرنا مختلفا أمام الإرهاب نحن جميعا أمام داء عضال يتسلل من خلال الحدود من خلال الأفكار ليقضي على وحدتنا ووحدة مصيرنا وشهدت المسيرة التي جاءت تحت عنوان صفا واحدا ضد الإرهاب رفع شعارات متعددة منددة بالإرهاب وداعية إلى اشتثاثه وتم بالمناسبة تدشين نصب تذكاري لضحايا الهجوم الإرهابي على المتحف رمزية هذه المسيرة لا للإرهاب لا للعنف تونس بلد التسامح تونس بلد الالتقال الحضاري يذكر أن وزارة الداخلية أعلنت صباح اليوم القضاء على تسعة إرهابيين بينهم العنصر الخطير لقمان أبو صخر المتهم بتدبير اعتداء باردو في حضور نائب رئيس مجلس الأمة الكويتي في المسيرة المناهضة للإرهاب أكثر من دلالة ومعنى فهو يظل على وقوف دولة الكويت إلى جانب تونس في محنتها ضد الإرهاب وعمق العلاقات الأخوية الكويتية التونسية ناجح المساوي تلفزيون دولة الكويت ساحة باردو تونس